هيئة النزاهة توقف عملية بيع عقار للدولة في محافظة صلاح الدين الفرق التحقيقية في الهيئة كشفت عن قيام لجنة مقتصة في دائرة عقارات الدولة بتقييم العقار بفارق نصف مليار دينار عن سعره الحقيقي أعضاء لجنة تقدير بدل البيع الثلاثة تم إلقاء القبض عليهم ما يؤشر نشاطا حكوميا لمكافحة الفساد لا يرتبط بمستوى إداري محدد الفترة الماضية شهدت الكثير من الانتهاكات وشهدت الكثير من التجاوزات على عقارات الدولة وكانت هذه العقارات تباع بأسعار زهيدة جدا من خلال الوساطات أو من خلال العلاقات أو من خلال التواطئ الموجود ما بين المسؤول وما بين المشتري نشاط الأجهزة الرقابية المختصة لملاحقة مافيات الفساد جزء من خطة الفريق الحكومي لوقف هدر المال العام وتحسين الأداء الإداري دور الحكومة الحالية بمكافحة الفساد عن طريق تطبيق أنظمة الكترونية تطبيق مشاريع حكومة الكترونية هذه الإجراءات الكترونية لها دور كبير بتحجيم الفساد وأيضا تقليل التعامل بين المواطن بشكل مباشر والموظف تجديد الرقابة والرصد ستراتيجية تعتمدها القيادة العراقية للوصول لمستويات جودة قياسية مخرجاتها تتيح استثمارا أفضل للمال العام في عمليات دعم الاقتصاد الوطني حازم الشرع العراقية والإخبارية بغداد